السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي مرحبا بكم في قناتكم قناة لبنا ماهر على فيديو جديد وفيديو نهار اليوم ان شاء الله كله حافظ وتشجيع عراضة اللي هي على السريع غادي نشارك معاكم كل شي ان شاء الله بالتفصيل بدون تحضيرات مسبقة نص نهار وجدت فيه كل شي منه تقضية منه طيب منه كل شي يحويج اللي هم زوينين شي واللي هي زوينة وسهلة في نفس الوقت غادي نشارك معاكم كل شي واحد الحيمة في الفران بدون طياب مسبق كل شي غادي نشاركوا معاكم كيف تنظموا وقتكم اشنو اللي تصبقوا وشنو اللي تخليوا غادي نشارك معاكم كل شي ان شاء الله وغادي تشوفوا معايا جميع التفاصيل تنتمنى لفيديو دي نهار اليوم الاعجاب ديالكم تبرتجي وبيل العائلة والاصدقاء باشو عم الفائدة وكذلك ما تنسونيش من واحد اللايك وحتى اللي قزوين اكيد اللي اعجبكم لفيديو اول حاجة هنا هي تقريبا معاشي الاثناش طحنت شوية ديال البيسكويت ياسبيكيلوس هالتحلية اصبق لي وشاركتها معاكم اول حاجة درت هنا الكريمة فيها الكريمة وكذلك الماسكاربوني درت طبقات من البيسكويت ومن الكريمة وزينتهم بشوية ديال الفريز شي حاجة اللي جاتني ساهلة بزاف 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 وجدت هالتحلية هذي دخلت هالتلاجة وخرجت باش غادي نتقدة من بعد ما رجعت من تقريبا كانت ظهور هاذك فجبت هنا الحيمات كيف ما كتشوفوا معايا هنا تقريبا شي جوج استغرقت برا شي ساعة ونص هكاك مني خرجت هنا هاد الحيمات ديال الغنمي كيف ما كتشوفوا معايا البنات كندير فيهم واحد الفصوص ديال التوم من بعد ما حيت منهم شوية شحمة وشوية دهون قسم منهم بزاف كنتقبهم هكا باش يدخلهم طيب وكنفلحوهم كنديرو فيهم فريعات هكا ديال التوم مصاينين وهنا ايا في الحشوة اولا هاد الخلطة اللي غادي ندهنها بياهنا هنا انا صراحة درت غير من راسي ولكن جات الخلطة خطيرة وعطات واحد البنة واعرة لهاد الحيمات هنا درت شوية الاعشاب منسيمة كيف ما شفته معايا درت شوية ديال يصدع فران شعره وشوية ديال الملح والتعليم شوية ديال زبدة غادي نخلط كل شي لانا كنت ما غا نديرت شي حاجة وقلت لا ندير شي حاجة اللي باش مني غا نعريهم غا يتحمر انا هنا اخديت كيف ما كتشوفوا وراها اخديت الكتف الكامل وولي كي يجي في الفران صراحة زوين واخديت هذا الطرف ديال الضل اللي تيكون فيها والحيمة ديال ديكوفيرت هنا يدهنت هذيك الخلطة ديالنا كاملة هنا نسيت مدرت واحد ونصف كويس ديال الماء او الكاس غاور تتخويوها كيف فوق الورق ديال ديال الفران من الاحسن كنفرش الالومنيوم كندير الورق ديال الفران وكنحط الحيمات ديالنا كنغطي تاني بالورق ديال الفران وعاد كنغطي بالالومنيوم مزيان الفران انا غنديرو على مئتين وخمسين دراجة من الفوق ومن تحت البنات هنا خضالية ثلاثة ديال الساعات تقريبا الزوج ونصف كنت مدخله وثلاثة ديال الساعات كان واجد هنا عندي هاد المخللات وهاد الاسميتو غادي نوجدهم في الزليفات وهنا هيا غادي نجيبوا هاد المقيلة اللي غادي ندير فيها شوية ديال زيتون هنا قبل من ندخل الحيمات بديت كان نسلق شوية ديال اللوبيا وكان نوجد شوية ديال البطاطا وهادي هنا كندير شوية ديال اعشاب من السيمة شوية ديال زيتون شوية ديال المعدنوس والملح من طبيعة الحال كيفما كتشوفوا معايا وواحد الفريا ديال التوم اللي قسمته على زوجه هنا يجبت البطاطا صغيرة اللي تهي يجبتها معايا صراحة ما كانت عندي واجدة كنسوطيها في هديك المقلع حتى كنت تلبس بهديك بهديك الأعشاب وكل شي هنا عندي اللوبيا اللي سلقتها شوية وهو كان أصر عليها داروري سلقتها في شوية ديال الملحية وطاطا داروري دارت هنا شوية ديال المدنوس أصرت عليها شوية ديال الليمون الحامض وهنا كندير عليها زيت زيتون من طبيعة الحال ورشة ديال الملح الى كان باقي خاصة شوفوا الشقة ديال الزربة والشقة ديال ما تديرو وش حالي ما يمديرو لكم شي بولي اللي يكون كبير باش تخدموا هنا كنحاول نقص عليها الشقة بينما ما بقاش عندي شي حاجة اللي نديرها بزاف هنا فيها جميع ديال الدار فيها الخروج غادي نحبسها هنا في النص وغا نرجع نخرج نتقدر شي حاجة أخرى اللي بقعت خاصة هنا كنحط كل شي غادي نغطي كل شي بسلوفان غادي ندخله اي فرصة عندي خاوية كنوجد في هاداك شي اللي خاصني هنا يا مبعد ما طعب لنا اللحيمات ديالنا را كنت انا وجدت كل شي البطاطا مشرملة اللوبيا مشرملة وكل شي هنا يا الحيمات ديالنا مبعد ما طعبوا كيف مما كتشوفوا معايا قريبا قاع وحد الخمسة ونص كان كل شي واجد الحيمات وكل شي كان وانا السبعة عندي العشاء كان فقط ديسير ما وجدتوش كويس ساعتاي غادي نعمرو مني غادي مني غادي وصل الوقت صافي وجمعت كوزينتي نقيتها جمعت الدار كتبت دل الفوطاط تفدوش هنا يا راني وجدت كويس يا لاتاي لانا اضيف ماشي ناس بزاف تقريبا ضيف كينزوجت عن ناس صافي يعني هنا يا كان صوتي شوية ديال الكروفات هادشي كامل كان تحت طلب غير مهم كانت الاقتراحات مني ولكن هادشي كانت تحت طلب شوية ديال الكروفات وهادشي كامل وشوية جالي بوطايتوز اللي طيبتها في الفرانتا هي كذلك مشرملة ما صورتهاش لانا كانت في اخر دقائق اخذك شي لاش حطيت ليسوس وجدتهم كيف ما شفتهم معي قطعت الحامض هنا حطيت لهم اتاي كي يشربوا وبديت انا كنوجد في هادشي وقلت تعرور نصور هاد العراضة ونشارك معاكم هاد التحضيرات يعني السريعة وكيفاش ننظموا وقتكم وخط صوير حنا كي يدي لنا شوية ديال الوقت يعني بلد صوير اكيد اقل من هاد الوقت هاد الوقت هاده هنا نفس المقلة جبت شوية الباربة هاد الباربة اللي ستكون طيبة واجدة يعني غي قطعتها درت علي عصره ديال الحامض صافي وكافي شوية زيت زيتون وشو وذك شي اللي كان في المقلرة شمات وتعيو صافي هاده ما كان انا كنحاول نشارك معاكم كل شي بتفصيل هنا نرى كي يشربو في قوصي واناك انا كنوجد ووقيت قال ساك انت سنة لان الكوزينجا جمعتها قديت اموري كاملة الضار كانت تنقية وجيت كل شي اهههه وبقيت كان سنة كي يشربو ايتي عليها خاطرهم انا وجيت بقيت كان سنة بش فتحاني الاشارة نحط هاده الحم بشي يكون سخون انا وجيت كل شي كيف ما تشوف مني اغتشوية دياله لي طوماتسو ثم نقوم بإعصائر الحامض والذي كان هنا خرج شبكة الحامض كاملة وحطيت حدايا لانا استعملت منها لكل شيء ثم نقوم بإعصائر الكروفات كيفما شفتوا معي الكروفات فرية ديال التوم شوية ديال معدنوز نقوم بإعشاب موسيم وشوية الزعتر وزويتها ها كابل ديال ومليحة فكي يجي ورائعين كي يجي والداد بستفهدو هما هاد الشي يعني الحويجات اللي غيرها فقولينا اللحيمة هاد البطاطة الصغيرة كان جيب بنينا لبنات كان جيب فنة خطيرة وكان طبيس لدي البطاطة مشرملة في الفران هادي كخليتها آخر حاجة حطيتها صخونة صافي هنا يا كيفما كتشوفوا معي كل شيء كان واجد حطيت كل شيء على جنب ما تبرزطوش راسكم يعني غير عارفو كيفاش تخدمو عارفو كيفاش تنظمو وقتكم اشنو اللي تسبقو ما تمشوش تسبقوش حاجة اللي ما غنحتاجوهاش بسرعة وغتخليو حاجة اللي غتحتاج لنا الطياب او لا تحتاج تبرد في الفران في فتلاجة عفوان ولا هنا الحيمات ما بغيتش نبقى ننفدوش في هذه الحيمات ولكن بغيت نصور معاكم شوية كل الحيمات كيفاش يجي وخصنا نرجع كل شيء بلاس كيفما كان هنا الحيمة كتجي خطيرة على البنات بنينا انا شخصيا ما كان ناكوش الحمدية الغنمي ولكن هذا واعر عجبني صارحة وكليت منه تكليت من نوزع ما تناكل وتنقول واش انا تناكل في الحمدية الغنمي صراحة ما كتحستيش بشريحة ولا الديد الديد هنا التقديم درت هذا الباطق كيفما شفتوا معا يدك التفصيل هاك 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 البيض هنا اللحيمات انا راي هريتهم وخليتهم كيتحمروا ماذا هنتم بتشي حاجة ديك الخلطة اللي كافية شوفوا هنا الورق راي نشوف يعني ما محروق ما هويا فيه الملوالو هنا درت شوية دي الصالات خضراء كيفما شفتوا درت هادلي شوف يولي صارحة في الاخر من تنشوف ما عجبنيش تقديم صارحة ما عديش نكذب عليكم هنا حاولت نعمر الفراغات بهاد هاد المهمات طبي صلات هادو اللي درت فيهم شوية دي زيتهم عامر بالفلفلاء هنا شوية دي الخيار المخلل شوية دي الميني موزاري اللال ملحة الكامون داروري مهم اللي بغي يزيد راهو دي جبنين ولكن التقديم صارحة ما عجبنيش هنا حاولت نجمع لكم كل شي ونصوروا لانا ما قدرش نصور طبلا ما اصلا مخرج كعمل كوزينا قيت مبلوكيا هنا حطيت ليهم لهجتي تعشي وفي هذا الوقت اللي بما انني ما عنديش واحد الوقت طويل وكان خصني فيها نخرجوش تلو مرات ونطيب ونصيب كل شي ونجمع الدار وماشاء الله يعني خصني ندير بزاف ديال الحوايج وكان عندي صويرة اللي بنات هنا كنشارك معاكم شوية بشوية هنا البنات اللي كيقولوا اي لبنو تقيش تسرعي الفيديو بزافها انا اختي الطريقة ديال تقطاع الكيوي بها الطريقة اللي بنات المبتدئات اللي اول مرة يبغي يديروا نقوم بتا قلقوه ليه ليه ليش تبقيت تعودي فلادرة هنا انا يقوم بشوية اللي فرويب ما بغيت شوية ما نحط فتبصية العامر ويعني بعيدين بشوية سوية شوية حابه انا هاد المنغ باقي ما طايبش يعني انا قلت تخيرت فياس عمزوينة ثالثار لدينا المنج اضافة جميلة اضافة جميلة و اضافة صحيبي اضافة امامهم اضافة بالطريقة لا تقلع و اقطع كيفها اضافة و اضافة في نفس قراءة وفي نفس هذا الوقت كان عندي تصوير المعسلات اللي شاركت معاكم قبل رمضان فهذاك المعسلات كاملة خصنا نديرهم في الكويغتات ونوجدهم ونصورهم تقريبا شي ثلاثة ديال المعسلات وكنصور وكنخطف لقطة وكنجي نوجد شوية وكنشوف شنو خاص نوجد شوية دلعشاء فالحمد لله الحمد لله يعني كملت وساليت وقيت غيقال ستارحة غير حرفوا كيفاش تنظموا وقتكم فارا بزاف ديال الحويج درتهم في هاد نص نهار هادا وهنا رهوما كيت عشي وانا كنوجد في الدسير لانا ما كانش عندي بلاصة في نحطوه في طلاجة وصراحة مسالية شو بزاف ديال الحويج ما يدار وقلت انا غنبقى في كوزينة غنبقى لهم من بنسر بيليهم قال لي خاصهم صافي غدين وجد دسير وهوما كيت عشي هنا مهم ترتغير بعدي الكويسات شفتوا معي الطريقة بش حطي الدسير بلية تفصيل باقي شوية خاوي بغيت نقاد بهالطريقة الدسير ما ما بينش ليا فيه تنشوف تنعاود نرجع نقلب دوك الفريزات نعاود ما يجبونيش عشو كتكونوا في واحد الحيرة ما نقولش لكم بغنزيد الكويسات بلس ولكن ما ما جاوش مهم قطعت واحد الليمونة شوية كبيرة طرون شوية بهالطريقة وحاولت نعمر بيها شوية الفراغات ونعمر بيها تماما مهم بشي بالي نطبيسي لدينا زوين وصافي مهم شي حاجة اللي بسيطة مشيش حاجة واوة وانقول لكم ولكن شي حاجة اللي بسيطة وراقية في نفس الوقت زوينة وخفيفة خفيفة هذا ما كان وهنايا راحنا وصلنا النهاية ديال الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا الديصير هو هذا وصافي هنا يبقى ليا غير الحويج دكتشي لي جمعت من تماما من طبيلة وان نجمع الميعنات اللي كي يجعوا لي وهنا الضيف هو اللي ياكل ويدي معاها أختي هالمعسالات اللي كنت كنوجد فيهم هنا كان عندي الفقاس مصيبة شوية ديالطمر معمار فمن الحويجات اللي حطيت هالزيت شوية درت هاد الكريطينة هادي درت فيها شوية ديال الحليوة اللي غادي اديها معاها الطيف هذا ما كان وهذا هو الفيديو ديالنا وهنا وصلنا النهاية الفيديو وغادي نقول لكم بسلام عليكم وانتمنى الفيديو ديال نهار اليومي نكوننا الاعجاب ديالكم تفارتاجوا به العائلة والاصدقاء وفي مواقع التواصل الانشماعي وما تنسونيش من واحد اللايك إلا كان يجبكم هاد الفيديو هذا وحد تعليق زوين وخا غير ايموجو خايق لي مهم شي حاجة كتفرحني اي حاجة كتفرحني منكم وغا نقول لكم بسلام عليكم ونلقاكم فيديو جاي بحول الله الى كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسونيش منسبسكرايب تفعيل جرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد الى اعجبكم المحتوى كيف ما كان نقول لكم دائما وغا نقول لكم بسلام عليكم ونخليكم الى فيديو جاي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة